اهلا اخوتي 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 كديرين صباح الخير عليكم رابحة ديما معكم كبه نقول لكم واهلا وسهلا بكل نضم القناة الي الرابحة وكل تيش جع رابحة وكل تيش بالقلم ويكتب جوج سطورة ولعاء وخا عاديك الكليمة الزوينة التي تكتبوا اليارها تتعطني الدافع الدافع وخا نبقى سهران نتال هاد الوقيت هذي متسحر الناس تتسحر الناس ولكن انا نبقى نشوف الاخبار باش نقلب لكم ونشوف لكم وانا وعدتكم وعدتكم اخوتي قلت لكم ياريت ياريت نكون انا سباقة باول فيديو ينزل باش نفرح اخوتي واخوتي اللي مساكنتي تسنى وهذا الفرصة ديال شهادة الاقامة وانا بغيت لكم الخير والخمير وما بغيت ياربي يكون لاربي معكم في اي خطوة ندوزوا المرحلة اللي باش نوري لكم اخوتي وباش ناكد لكم الناس اللي تتكتب ليا وتطلب من نيرا بحاو الشفيع لنا اختي كي نحط سيناتوريا لانا مساكن مكانوش متايقين وعندهم اه يعني عادراهم ماشي مشكيل عادراهم غنقول لك اخويا واختي اللي كتبتوا لي وقلتوا لي يا واش كاينة دابا غنقول لكم لميا في لميا كاينة ووجدوا روسكم وكونوا على بال لانا كان مشاكل ماشي ما كانش مشاكل كانت مشاكل مع الاحزاب وتمركم عارفي الاحزاب ديال ايطاليا يعني ديما ما متافقينش يعني اه صراحة اه واحد يشرق واحد يغرب ولكن الحمد لله الحمد لله في الاخر اه توفقنا كان الحزب اليمين يعني الحزب اليمين ما بغاش يعني دير التسوية للمهاجرين اه هو باغي يأكد باش يدروا التسوية باش يخدموا يعني الايطاليين وهما اللي مستحقين ولكن كما تتعرفوا يعني الوزارة الوزيرة ديال الفلاحة يعني راحهم قالتها لكم ورامة شيعة انا اللي قلتها قالوها بززف ديال الاخوان ان يعني وعدت بتقديم الاستيقالة ديالها لما كانش لما كانش ذك الشي اللي يعني زي ما تتطالب بي غاي بيحصل ماشي هذا هو السبب علاش قبل عليه وكانت عدنا تاني الحزب ديال تشينكوي ستاي اللي يعني هو هو اللي عدو الاغلبية الاغلبية ديال الاصوات وهو اللي كنت انتنوا فيه باش يقول لنا كلمة دياله الاخيرة واخيرا واخيرا يوم امس يعني زي ما صراحة دروا اجتماع ووصلوا الاتفاقيات من ضمن هاد الاتفاقيات ان يعني الساناتوريا ديال الفين وعشرين كينا حقيقة مؤكدة مبروك عليكم اخوتي مسبقا ولكن الى تابعتوا هاد الكلام ديالربح اخوتكم تابعتوا هاد النصائح اللي غنقول لكم زي ما صراحة اه لان هاد النصائح هوما اللي الدكريتو اللي جوا مكتوبين فيه هوما اتفاقيات اللي اللي يعني سنوع لها كاملين كانوا بغين يديروا غير شهر اه تلت شهر ولكن مع الاسف مع الاسف ليهم هوما ماشي اللي نحنا يعني اه اه اتافقوا على باش غيديروا وست شهر يعني قاع الناس اللي غي تقدموا بالطلب ديالهم را غي يعطوهم شهادة الاقامة فيها ست شهر بحل بحل مثلا كما جاي من اللي تجوم المغرب وتعطبكم يعني ديكنولة وسطى ديال الخدمة فيها اه كونتراد السجور اه يعني موسمية ولكن موسمية هذه المساومة تمديدية كما تقول لها ربحة يعني تكمل هاته اه كانت عندنا هذيك الكونتراد الموسمية كانت غي تنتاهي كما شرحت لكم باش ما نقويش عليكم اخوتي وما يجيش الفيديو طويل اه كانت تنتاهي وصافي وخاصك ترجع لبلادك دابا هذي نو هذي غي يعطوكم تم اه تمديدية يعني من حقك تبشي تقلم على شي خدمة وتلقي خدمة بحل برماسو دي سيجور له اه هو المهم عن اعطوكم فيه غي ست شهر باش نحصل على هست شهر باش ما نطولش عليكم اخوتي اشنو خاصكم تديرو لانا كاينة واحد الاولوية الاولوية للناس اللي غايصايبو اه يصايبو اه يصايبو اه يعني يكون الطالب ديالهم مقبول المئة في المئة وهو ما غير حي تكاينة واحد الفي اخوتي ما غاد صاوبش غنقولها لكم في الاخر ديالفيديو غننشوفو الناس اللي عندهم الحق باش يصاوبو وكيف هاش غايصاوبو هاد هاد يعني البرميز سوديشي جورنو اللوغل شهدت الاقامة يعني الناس ديال اللي غايكونوا يخدموا في الفلاحة والناس اللي غاي خدموا بادانتي يعني في الديور يعني ما تقابلي شرفة يا ما تخدمي في جاردينية يعني الخدمة ديال الدار وهادو قاعزا ما صراحة اخوتي راه هم بساط ماشي شي حاجة اللي ما ما يمكنش موجودة الناس اللي في الفلاحة خدس هوم يتوجدوا بشي ويقلبوا على الناس اللي يعني عندهم الفلاحة باش يديروا لي هوم الكونترا العقد العمال وهذا العقد العمال انا تنأكد عليكم وتنقول لكم اخوتي اكونوا على بال حيث بزاف ديالناس في الفين واثناش يعني اخر سنتوريا اللي دارو كانت في الفين واثناش وبزاف ديالناس يعني تهوروا وبغوا يزربوا يعني غن نصوب بالزربة وندفع عنا اللويل باش غنشد عنا اللويل اللا ارغالات هاد الافكار هادي وهالتفكير هادا لانا ابشاوا وزربوا وعطوا فلوسهم ماشي غنكدب عليكم لانا كاين الناس اللي تي استغلوا المهاجرين دابا في هاد ماشي غير ناس ناس ايطاليين ناس يعني ماشي عندهم ضامير حيو تيشوفوا واحد سيد مسكين من الهوف باش غيصبوا وريقاته باش يشوف العائلة دياله باش وباش 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 يعني تيغتالوا الفرصة وتي ياخدوا منهم الفلوس ولكن مع الاسف خاصكم تكونوا على بال اخوتي باش مت متغلطوش كي ما غلطوا هادوك الناس اللي دفعوا في الفين واثناش اعطوا في ليفساتهم وعطوا كل شي وفي الاخير تطلع لهم الوريقات وماللي بشاو تيسولوا يعني في الاخير في الاخير زيادة انهم ربما شروا ذيك الكونترا وربما انهم صراحة ان اخوتي زادوا بزاف ديال الفلوس باش باش يحسنوا الوضع ديالهم يعني صراحة ان القاوبي اللي را ذيك الكونترا ودك شي كله غير نقولها لكم صراحة ان كل شي غا مزور لان هادشي علاش ما عيطوش لهم وما وما عطوهمش الوريقات ديالهم لهادا تنقول لكم ما تتحوروش كي ما تتحورو هادوك الناس وتعطوا فيلوسكم ولا تعطوا يعني تسمع الشي واحد غير يقول لكم ما غنصوب لكم مرقاتكم بخصهم تكون ميطاكوين بالله هاد السيد تاخذه من ضيف عدو ريقات ونضاف كل شي اللي هنضاف ديك السعاء بصحة وبالراحة المهم هذا من جيهة وما تبشيوش لأن ربما تكونوا تقصح بشركات تاني تكون دير شركة وهمية من كل الواقعين تكون دير شركة شركة وهمية تيأخذ واحد عشرة نداس والعشرين عشرين واحد تدخل بهم في الويسات تيدفع له رائقات ولكن ما التي تبشوا الكويستورة يعني ما التي تبشي تدفعوا الطالب ثم مع دراسكم رصافير كل شيء تطوكي ولكن ما اللي أخوتي تدوز لوقيتها وتتشوفي الناس بتوتيش تدفها يعني تجكلها فتتا باش تشد وريقات ديالك ولكن مع الأسف مع الأسف أخوتي ما تتلقيش ما تتلقيش الوريقات ديالك لأن مع المؤسف جدا أن الوريقات كلهم مغشوشين لهذا الناس اللي يعني مستحقين كما قلت لكم يشدوا هاد فهات السيناتورياء هما الناس ديال الفلاحة والناس اللي بضانتي هي الخدمة ديال الدار ولكن كونوا على بال مع هاد جوج الحويج اللي قلت لكم الناس اللي كنت نقول لكم أخوتي مع الأسف مع الأسف مساكن ما غيقدرش يكون يحالفهم الحد باش يشدوا هاد باش يكونوا فات السيناتورياء وباش تهوما يحصلوا على وريقاتهم لأنك مثلا عارفوا احنا من اللي طاليان ستحل السيناتورياء راي تيجو من كل من كل أوروبا ماشي غير من المغرب ولا من ميصر ولا من الدول العربية وإنما تها الدول الأوروبية تيكون واحد سيد هنا يا قلس مدة طويلة هادي وما تيحالفوش لحد وما تيصوبش الوريقات علاش السيناتوريا متتكونش تيبشي الفرنسا ولو تيبشي اسبانيا ولو تيبشي الألمانيا وتيقول يعني على بال ما يحلوا يحلوا السيناتوريا ونعاود نرجع ولكن مع الأسف مع الأسف مع الحجر الصحي دابة وكل شي الحدود يعني راكم عارفين الوضعية اللي احنا عايشين فيها دابة يمكن يمكن مغي يحالفوش مشكل الحد باش باش يدخلوا باش غيصوبوا الوريقات ديالهم ندعيوا لهم يا ربي كما تنقول لنا رابحة ديما من لربة يحل تيصد واحد الباب راه تيحل بيبان تنطلبوا لهم ولو يا ربي وأي أي أي سؤال أخوتي وأي حاجة بغيتوا تعرفوها وأي مشكل عندكم ما كانت شي مشكل رابحة راح الإشارة كما قلتها لكم ديما وياكم يعني زمان ما التهوروش خاصوا الوريقات ديالكم وكونوا على بال صحيفة بلا ما غتقولوا ليا فين غنشوفوا هاتشي الصحيفة الرسمية ببقى مبقى عليهم غير غير يديروا لادات كما تنقولوا غير يديروا لادات في الإعلام غير يديروا يعني راكم عارفين وسائل الإعلام موجودة الحمد لله يعني التواحد حيدوا عليكم القناة دابة القنوات العربية الناس اللي باغن يصيبوا هاد الوريقات بقوت صمتو الأخبار باش تسمعو وباش تعرفو الجديد شريو الجرائد رحت الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية رحت هي تكون فيها الأخبار وأي طلاب ولا أي شي حاجة بتتعرفها أنا طرح الإشارة أنا كما وعدتكم أخوتي صراحة والله يلغي سمعت الخبر يعني الياقين كما تقولوا قلت ضروري ضروري نقولوا الخوتي أخوتيتي لأن أنا كما قلت لكم حسبكم وديرا دي من بالي معاكم مرحبا وألف مرحبا بكم في أي وقت وأي تعليق وأي كلمة بغين واحد شي يقولها إلا ما جاوش أخوتي شي خطرار أنا غا ربما طافية تليفون ولا ما كيناش ولا كما تتقولوني عسى لأنكم عارفين الرمضان هذا ولكن رأيين فوا تنحل التليفون وتنشوف تعالي قنارة تنجو كل شي مبروك لكم مسبقا أخوتي والله يعونكم والله يسهل لكم وحاداري حاداري حاداري من التهور وحاداري حاداري من إنسان خاصه يشوفوا ريقته العين لأنه ضروري ضروري ما تبشيش بوحده كل ما تبشي ما يتبشيش أخوتي سيروا مع شيء إنسان اللي في ضابة يعني تيقى اللي غا يعرف واحد سير فعلا رح خدمتهم قادة وراح يعني كل شي اللي هم قاد ديك الساعة أخوتي ما نزيدكم أنا عالله يعون ومبروك مسبقا وصبحكم مبروك تبارك الله عليكم